سهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه المقابلة الخاصة والحصرية مع الفريق الرقن صغير ابن عزيز رئيس العركان اليمني هنا من معسكر كوفل هنا من صرواح في هذا الحديث المباشر والصريح أولا الأحداث الأخيرة شهدت انتفاضة قبلية لقبائل طوق صنعاء لقبائل مأرب لقبائل الجوف لقبائل البيضاء النوعية هذه الانتفاضة أهميتها في هذا التوقيت ماذا يمكن أن تقول لنا عنه طبعا بالنسبة للقبائل التي تقف إلى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القايدر على القوات المسلحة المشير عبد ربما منصور هادي هذه القبائل ملتحمة مع الجيش تقاتل إلى جانب الجيش هذه القبائل تشعر بالمسؤولية التاريخية التي يجب عليهم أن يقفوا موقفا صادقا جادا إلى جانب الشرعية الدستورية وإلى جانب التحالف العربي الذي جاء من أجل اليمن ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن ومن هذا المنبر الإعلامي أوجه رسالة إلى كل شيوخ اليمن وقبائل اليمن إلى أن يتقوا الله في فلذات أكبادهم وأن يمنعوهم من المضي في مشروع تدمير اليمن لصالح الحوثي والمد الفارسي إن الحفاظ على اليمن هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الشرعية الدستورية أو مسؤولية الجيش الحفاظ على اليمن وعلى أمنه وعلى استقراره وعلى أن لا يكون تابع للمد الفارسي الإيراني والدول التي تدعم إيران يجب علينا جميعا أن نشعر بالمسؤولية وأن نقف جميعا إلى جانب الشرعية الدستورية وإلى جانب التحالف العربي الذي جاء لنجدتنا إن إيران الفارسية والدول التي تدعمها تريد أن تجعل من اليمن خنجر في خاصرة العرب وهذا لن يتم لن يتم ولن نرضى ولن يرضى بذلك كل يمني حر وكل عربي حر اليمن هي منبع العرب ولذلك لن تكون تابعة لإيران سنظل في محيطنا العربي مع أخواننا العرب في كل المواقف طبعا لوحظت كثير من الأطفال موجود في الهجمات والأحداث الأخيرة ماذا يمكن أن تقول؟ إنما تقوم بهالميليشيات الحوثية من الزج بالأطفال إلى المعارك خدمة لإيران ذلك يعني عار وعيب على كل أبناء اليمن أن يصبحوا أبناءهم في محرقة الحوثي من أجل مشروع الحوثي الإيراني الفارسي هناك من يقول أن التدخل الإيراني ليس تدخل دعم بالأسلحة فقط والخبرات وإنما ضرر البنية الاجتماعية في اليمن أن التدخل الإيراني في اليمن استهدف كل شيء جميل في اليمن استهدف الأخوة الاجتماعية استهدف البنية التحتية لكن بفضل الله ثم بفضل الأشقة العرب الذي فزعوا من عجل اليمن ومن عجل الحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره استلفينا الكثير من الأشياء ولكن لا يزال هذا المشروع الإيراني مؤثر على اليمن فجعل من اليمنيين متفرقين متناحرين لهذا يجب علينا كيمنيين أن نلتحم وأن نصطف صفا واحدا إلى جانب الشرعية الدستورية التي لها حق في قيادة اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وكذلك إلى جانب التحالف العربي الذي يسعى إلى الحفاظ على اليمن وعلى أن يكون في محيطه العربي إلى أي مدى ساهمت هذه التدخلات الإيرانية والدول المتحالف معها في تأخير الحسم في إضرار اليمن في أذية الشعب إن التدخل الإيراني في اليمن أثر تأثيرا كبيرا على اليمن واليمنيين بشكل عام ولكن ليفهم قاعدة الميليشيات الحوثية إننا ماضين في اجتثاث هذا المشروع الفارسي الإيراني في اليمن مهما كلفنا الثمن سننضي في دحر هذه المشروع جنبا إلى جنب مع أخوتنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وسندحر هذا المشروع وسندحر هذا التدنيس الذي دنس اليمن وعروبته العصيلة والحقيقة نقول إننا طوال هذا الصراع بين الحق والباطل الحق الذي تمثلها الشرعية والباطل الذي يمثله الكهنوت الحوثي ومن وراءه إيران والدول المتحالفة معها إننا لم نشعر يوما ما أننا لوحدنا بوجود التحالف العربي الذي وقف معنا بكل ما يستطيع وبقوة في كل معاركنا ضد الباطل الحوثي إننا سنظل دائما نردد الشكر والتقدير للتحالف العربي والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص دائما وأبدا رغم أن كل من يقول غير هذا الكلام نحن عرب وسنظل عرب إلى أن نلقى الله وسنظل يعني نرفض هذا المشروع ونقاتله ونناجزه وسننتصر بإذن الله لا يمكن أن أفوت فرصة اللقاء الأول معك وعدم الحديث عن الخلافات هنا وهناك بعض الخلافات السياسية بين أطراف الشرعية وبعض الخلافات العسكرية أو حتى الخلافات القبلية في المكون الذي يدعم الشرعية قبل أن أحدث عن ما سألت أبشر الجميع بأن كل عناصر الحوثية التي تزجبهم في الجوف وفي صرواح وفي قانية أغلبهم أسراء وستوصل إليهم أنت بكي مرتك وتصورهم وأغلبهم أطفال وقثثهم متناثرة في الشعاب والوديان وفي قمم التباب رسالتي إلى كل فئات الشعب الإجتماعية السياسية العسكرية القبلية يجب علينا جميعا أن نعرف أن مصلحة اليمن هو أن يكون في محيطها العربي مصلحة اليمن يجب أن تكون وأن نعي ذلك أن تكون في محيطها العربي مصلحة اليمن أن نكون جميعا متآزرين متآخين متعاونين من أجل أمن واستقرار اليمن يجب أن يعرف الجميع وأنا أثق أن كل الناس تعرف حتى الذي يوم تحت سيطرة الحوثي بأن مصلحة اليمن ليس مع إيران ولا تحت وطأة ميليشيات الكهنوت الحوثي أن مصلحة اليمن هي مع المحيط العربي ومع حكومة ودولة شرعية تأتي من الشعب ولا تأتي بالبندقية أو بالغصبة وبالقوة أن مصلحة اليمن يجب علينا أن ننكر الذات وأن نتعاون وأن نقف موقف صادق موحد من أجل عودة الأمن والاستقرار لليمن وتحرير ما تبقى من أرضه أوجه رسالتي إلى كل حر وشريف من هذه الفئات بأننا يجب أن نصحوا من غفلتنا وأن نعرف أن يجب علينا أن نقف موقف صادقا جادا ضد كل من يريد أن يضر باليمن إن ميليشيات الحوثي ومن وراءها إيران والدول الداعمة لإيران لن نذكر أسماء هذه الدول لكنها محفوظة وسيذكرها التاريخ وسيذكرها أجيال اليمن بأن هذه الدول أضرت به يوما ما وسيذكر أن التحالف العربي وقف إلى جانبه ودعمه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن ومن أجل أن يبقى في محيطه العربي ولا يخرج إلى محيط فارس وغير فارس ومن يدعم فارس الأحداث الأخيرة ربما تسأل سؤال محوري دور التحالف في الأحداث الأخيرة نوعية الدعم الذي تم تقديمه نعم التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى على المملكة العربية السعودية نقدم لهم الشكر والتقدير والعرفان لما قدموه من دعم لا محدود سواء في الدعم اللوجستي للقوات المسلحة وفي العمليات الإنسانية وفي الدعم اللامحدود بسلاح الجو لقد كان لسلاح الجو الدور الكبير في ردع جماح الميليشيات الحوثية في قضية الجوف أو مهرب لهذا سنظل مدينين للمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي ضد المد الفارسي في الجمهورية اليمنية لأن ما يحصل في اليمن هو اعتداء صارخ من قبل إيران بأسلحتها وأدواتها التدميرية مستخدمة هذه الفئة الضالة والمضلة الكهنوت الحوثي وعصابته طبعا المد الفارسي الذي دنس أرض اليمن أرض العروبة أرض الأصالة العربية لكن بفضل الله ثم بفضل التحالف العربي وقيادة المملكة العربية السعودية يعني الذي فزعوا من أجل الحفاب على يمن العروبة ويمن الأصالة الفريق الركون صغير بن عزيز رئيس الأركان وقاد العمليات المشتركة شكرا جزيلا لأنك أتحت لنا أول لقاء لك بعد تسلمك مهام رئاسة الأركان أعزائي المشاهدين طبتم وطابة أوقاتك